قالت المديرة العامة لصندوق النقدي الدولي كريستانينا جورجهيفا أنه يجب على الدول والمؤسسات أن تضع خططاً محكمة لمجبهة المخاطر المتنمية بحصول انكماش في كل أنحاء العالم وأن فترة الهشاشة تصبح وضعاً طبيعياً خطيراً داعية إلى الإرادة والتحرك سريعاً هناك حاجة ملحة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد في صندوق النقدي الدولي ندعو إلى عمل مشترك بين الدول بهدف استباق الأزمات المستقبلية ستنشر المؤسسة الأسبوع القادم توقعاتها للنمو للسنة المقبلة وستتم مراجعتها لخفضها والسبب تضعف الأزمات التي عززتها تداعية الحرب الروسية في أوكرانيا والكوارث البيئية التي ضربت عدة مناطق من العالم هذا الصيف وأدت إلى زعزعة استقرار اقتصاد عالمي كان متضرراً أساساً بسبب وباء كوبا